حقيقة مفاوضات الزمالك مع رامي ربيعة طيب رامي عقده بيخلص مع النادي الأهلي وكلام كتير رامي هيجدد النادي الأهلي هيجدد رامي رفض طلب يعني الكلام رايح جاي اتقال من الزمالك بيفاوض رامي ربيعة هكلمك من ناحيتين من ناحية اللعب ومن ناحية نادي الزمالك نادي الزمالك مفيش أي مفاوضات مع أي لعب من اللعيبة اللي عقدها بتخلص في النادي الأهلي حل يعني خلينا نقول ايه ده حاجة نهائية من الزمالك لا. في لعيبة الزمالك ممكن يبص فيها يعني يبقى عايزة من نادي الأهلي. أوه في لعيبة ممكن الزمالك يحتاجها من نادي الأهلي. بس زي ما قلت لك مكاننا داعب لك ده. لعيب زي محمد شريف. ده اللي ممكن الزمالك يبقى عايزه. الزمالك محتاج مهاجم شريف. هم بيمرش بقى وفضل فتراته مع النادي الأهلي. ممكن يطلع لعيب زي أفشا. ممكن يكون على عدر زمالك. كان فيه مفاوضات مع مين؟ أفشا كان فيه مفاوضات بالفعل إنه هو ممكن إنه هو يروح نادي الزمالك. نادي الزمالك بكلام مصبوط. نادي الأهلي ممكن يمشي أفشا. أفشا ممكن يكون في نادي الزمالك. الأمور واردة ما. وقفشا وشريف عندهم مشكلة مع النادي الأهلي أصلا. لكن لعيبة. واري لما بيبتسن بيبقى خطر. عرفت اللي هو يبقى إيه؟ يعمني ما نعرف كل حاجة يعمني بس مش عايز أقول كل حاجة. لكن اللعيبة لقضى تخلص وتحديداً رامي ربعم. مين أعد مع عفشا أولي؟ لا ما حصلش أعداد حد دلوقتي. لكن أنا بقول لك وارد إن العفشا يكون عرضها للزمالك. بس أنت قلت لي قبل بداية الموسم إنه الزمالك كان أعد مع شريف. حصل تفاوض مع شريف والجلسة وصلت للنادي الأهلي. وعشان كده شريف حصل كلام معه من نادي الأهلي إن أنت موجود وإنت من اللعيبة الأساسية بالنسبة لنا. وتبقى موجود فلو بس نرجع لرامي رويع رامي عنده عروض من السعودية وعرض هنا مصري في الدورة مصري من الفريق كبير. براميديس. أفشا ومين؟ براميديس. أفشا ومحمد شريف لو روحوا للزمالك مش يبقى من الأهلي دايركت يعني ممكن يخرجوا في نهاية السيزن ده. وبعد كده هيرجعوا. وبعد كده هيرجعوا. الأهلي وزمالك من دايركت عارضهم. آه يعني هي دي الخطة المحطوطة للجلسة.